السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف التاسع كيف حالكم اليوم ان شاء الله بتكونوا بصحة جيدة انتوا اهلكون و احبابكم بهيدا الفيديو حنحكي عن الاجزرسيز ناين بالريفجين ووركشيت هيدا الاجزرسيز بيحكي عن درس لبروبورشن فخلونا نشوف شو بدي يبلش يقلنا هيدا الاجزرسيز عم بيقلي يعني مدير شركة قرر ييعطي لموظفينه زيادة على المعاش بقيمة 15% خلونا نتفي قبل ما نبلش انه نحط حد منه ورقة خرطوش ونكتب المعلومات يلي بيعطيني اياه هنا الاجزرسيز انا هاكتبون بهيدا المستطيل او الريكتانجل اللي لونه اصفار قدينكم عم بيقلي اول شيء يعني ارتفاع بالمعاشات او الزيادة على المعاشات فكيف انا بحول البرسنت لفركشن بقسم عالمية يعني 15% equal 15 over 100 مثلا 60% بكتب 60 عالمية يعني الرقم عالمية وشو هي الفورمولا يلي بتحكي عن الريز او الانكريز بدرس البربورشن هي y equal x times 1 plus r شو بترمز الواي؟ الواي بترمز للشي الجديد لنيو سالري لانه هون عم نحكي عن سالري عن معاش فمنقول الواي هي نيو سالري والأكس هي الاولد سالري والأر لصغيرة هي rate of raise يعني اداش ارتفاع المعاش خلونا نقرى الاسئلة وبعدها منشوف كيف منجوب عليهم اول سؤال عم بيقلي the salary of Samir is مليون وخمسمائة الف يعني عاطيني هو اداش بيقبض Samir بيقبض مليون وخمسمائة الف وعم يسألني calculate its salary after the raise شو يعني after the raise يعني بعد الارتفاع يعني شي جديد يعني new price يعني هو شو طالب مني هو طالب مني الواي وعاطيني الـ x فأنا بروح بكتب old salary x equal هالأد new salary y equal أنا بدي جيبه بالpart 2 عم بيقلي if the salary of Majid becomes مليون واربعائة وخمسمائة وتسعين الف Lebanese pound after the raise شو يعني يعني إذا المعاش طبع Majid بعد هيدا الارتفاع صار مليون واربعائة وخمسمائة وتسعين الف ايه صح calculate its original salary يعني هون هو شو عاطيني يعني هون هو عاطيني الـ y وانا بدي طلع منه الـ x فبروح بكتب على جناب new salary هي y equal مليون واربعائة وخمسمائة وتسعين الف والـ old salary هي x equal انا هطلع خلينا نشوف تالت سؤال شو طالب مننا عم بيقلي if y designate the new salary يعني إذا الـ y بتمثل المعاش الجديد and x designate the old salary والـ x بتمثل المعاش القديم express y in terms of x واتفقنا كلمة express y in terms of x يعني بدي اكتب y equal مثلا شي مضروب بx يعني y equal ax وانا بدي شوف هايدي الـ a شو بتساوي يلا خلينا نشوف الحل كيف بيصير لكن اتفقنا اول شي انو عندي increase by 15% هايدي بحطها براسة الصفحة مشان ضلني متذكرة على الطب عم بيقلي calculate the salary after the raise يعني أنا بدي طلع لـ new salary فبرجع بيجي بكتب لوزة salary after the raise is y equal x times 1 plus r اتفقنا انو انا معي الـ x بدي طلع الـ y واكيد معي الـ r فبحط y equal x مضروبي ب 1 plus r وبدل كل وحدة بقيمتها قديش قيمة الـ x مليون وخمسمائة الف times 1 plus الـ r شو اتفقنا كيف منحولها لـ fraction منحط هيدا الرقام على 100 يعني 1 plus 15 over 100 equal مليون وخمسمائة الف times 1.15 ليش 1.15 لانو 15 over 100 تطلع 0.15 وعم ضيفة على الـ 1 فبتصير 1.15 بروح على الكالكوليتر بدروب مليون وخمسمائة الف times 1.15 بكل بساطة بيعطيني الجواب اللي أنا منتظره اللي هو 1.725 الف ليبانيز باند يعني هيدا الزيادة الـ 15% اللي زادت له إياها المدير رفعت له معاشه من المليون وخمسمائة الف للمليون وسبعمية وخمسمائة الف هيدا هو اللي نيو بريس بالـ Part 2 عم بيقلي ذكرني وقلي إنه إذا ما جد صار معاشه مليون واربعمية وخمسمائة الف يعني هيدا الـ Y calculate its original price يعني قداش كان معاشه قبل هيدا الزيادة خلونا نشوف هحط لكم أنا هيدا التريانجل اللي أنتو متعلمينه اللي بيربط بين الـ Y والـ X والـ 1 بلس R مثل ما ملاحظين الـ Y فوق equal الاثنان اللي تحت مضروبين ببعض يعني Y equal X مضروبي بـ 1 بلس R أنا مين بدي بهيدي الـ Part بدي لـ X فالـ X بتساوي الـ Y يلي فوق مقصوم على يلي مقابل الـ X اللي هو مين هو 1 بلس R فبروح بكتب Y equal X مضروبي بـ 1 بلس R هالمرة أنا معي الـ Y ومعي الـ 1 بلس R شو علي يطلع علي يطلع الـ X فمثل ما اتفقنا بيستعمل التريانجل وبستنتج انه X بتساوي Y على 1 بلس R فقديش معي الـ Y معي الـ Y مليونه 495 ألف على 1 بلس الـ R هي شو هي 15 over 100 لأنه اتفقنا فينا نحولها لـ Fraction فهي بتساوي مليونه 495 ألف divided by 1 point 15 بيعطيني مليونه 300 ألف ليبانيز هيدا original price يعني المعاش الأساسي قبل الزودة فهو صار معاشه مليونه 495 ألف فنحنا من المعاش الجديد قدرنا نطلع قيمة المعاش القدم ننتقل على Part 3 Part 3 انتفقنا أنه أنا معي الـ Rays 15% يعني 15 عالمية وبدي يطلع الـ Y in terms of X يعني Y بتساوي A صغيرة مضروبة بX هلا هنشوف هايدي الـ A الصغيرة شو هي سو بحط أنا الشو اسمه الفورميلا يلي بتربط بين الـ Y والX وال1 بلس R اللي هي Y equal X 1 بلس R هون ما بحط محل الـ Y والX شي لا أنا بدي الـ Y والX يبينوا فبتركهم بروح بس على محل الـ R وبحط محل ها يمثل اللي هي 15 over 100 فحطيت Y equal X مضروبة ب1 plus 15 over 100 وهون فصلت لكم إياها الزيادة إنه هي Y equal X مضروبة ب1 plus 0 point 15 so Y equal X مضروبة ب1 point 15 أنا بقدر هون شو أعمل بقدر حط الـ 1 point 15 قبل X فبيصير عندي Y equal 1 point 15 X شو شو صار معي هلأ أنا هون صار معي Y in terms of X يعني الـ Y إن كتبت شي مضروب بX مين هو هيدا الشي هو الـ 1 point 15 اللي هي الـ A اللي كنت عم برم علي ب الشي اللي كنت بدي وهاك بيكون خلص وبدأ اتمنى أنه تكون فهمته وياللي ما عنده يعني ياللي عنده سؤال يحكيني ويقلي أنه يبقى عن هيدا الشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته